موسيقى الطريقة الثالثة وهي طريقة احترافية جدا طبعا نضغط زائد ويساوي زائد يساوي زائد يساوي زائد بما انه كل زائد هي خط لبداية عمود وخط بداية عمود وخط بداية عمود وكل عمود يتكون من 2 زائد او من 2 خط فاذا عندنا هذا عمود اول هذا عمود ثاني هذا عمود ثالث بعد ما نضغط زائد نضغط على المفتاح enter رح يتكون صف حتى ازود عدد الصفوف اضغط على المفتاح tab من الكيبورد رح يصير عدي عدد الصفوف لو فرضا احتاجت ان اضيف عمود جديد كليك ايمن واختار ادراج اعمدة الى اليسار وهكذا فيما يخص حذف عمود اقدر اضغط كليك بالعمود اللي انا اريد احذفه وطبعا لاحظ راح تنضاف عندي صفحتين جديدة صفحة تصميم وصفحة تخطيط ومن صفحة تخطيط حذف واختار حذف اعمدة راح ينحذف العمود اللي انا محددة او اللي انا كليك بيه مثل ما تلاحظون المؤشف لو فرضا اردنا نقسم الى اعمدة واحد اثنين ثلاثة ونلاحظ انه العمود رقم ثلاثة اريد احذفه اضغط كليك باي مكان بالعمود رقم ثلاثة واروح على قائمة تخطيط واختار حذف اعمدة اريد احذف العمود رقم واحد حذف وحذف اعمدة لو فرضا اضغط كليك باي مكان بالجدول وحذف اختار حذف جدول في بعض الاحيان ممكن واحد يسأل انا ما عندي قائمة تخطيط مثلا قائمة تخطيط ما اكو ليش ما اكو عندي قائمة تخطيط لان انا ما ضغط كليك من حدد الجدول حتى اضيف قائمة تخطيط زين لو فرضا انه انا اريد اكتب هنا تسلسل هنا الاسم هنا الاختصاص لاحظ ان العمود الاسم صغير جدا ويحتاج الى توسعة ليحتوي الاسم الكامل اخلي الماوس على الخط الفاصل بين العمودين واضغط كليك ايسر وابقى ضغط على الكليك واسحبي اما الى اليسار اما الى اليمين حتى اتوسع عدي الجدول اه واقدر اكتب الكتاب اللي انا اريدها هذا فيما يخص